انتوا لسه معاً حياتك صح مع جيهان عبدالله على النجوم أفقام ونجوم أفقام تي في حياتك صح على نجوم أفقام ونجوم أفقام تي في بنكمل الجزء الثاني من البرنامج جماعة ضفنا الأستاذ الدكتور أحمد سبكي أستاذ جراحات السمنة والتجميل بجماعة عين شمس في الأخير يا دكتور إيه الأخبار الجديد بقى يعني زي ما احنا متعودين دايماً من الدكتور أنه عادة تانياً مش هنقول كله أسبوع بس عادة يعني بيلحقش يمر وقت غير لما بنبقى عارفين أنه بيبقى فيه تقنية جديدة دخلت في عالم تنصيق القوام والسمنة والتجميل فيه تطوير حصل حاجة معينة فيه مثلاً جهاز جديد بما سمعناش عنه فنبتدي نعرف أتفاصيل أخباره من الدكتور فالنهاردة يعني دايماً في العموم بس يعني خليني أسأل في العموم دايماً التطور سريع قوي في عالم التجميل ده أكتر من أي يعني مثلاً في أمراض أي حاجة تانية قلب كبد أي حاجة ما بنسمعش الجديد الكتير اللي موجود في زي الموجود في عالم التجميل أصلاً هو التجميل ده بحث لكل شخص مش لكل مريض يعني ده أنت عندك نسبة الناس اللي بتدور على إزاي تبقى للأفضل إزاي تخس إزاي بقى يسمها كويس إزاي أحافظ على مشورتي إزاي أحافظ على شعري فده ماركت كبير جداً جداً عشان كده المؤسسات الطبية في العالم كله بتدي له اهتمام بالك والأبحاث شغالة للنهار في كل حاجة فزي ما حضرتك قلت كده في إصداراتك جديدة في كل حاجة تكاد تكون كل أسبوع كل أسبوعين تلاقي في حاجة حديثة بتطلع وعشان كده يعني لو تأخذ بال حضرتك كل الناس اللي بتشوفيهم دلوقتي في في تفرج جديدة في الشكل في فردة الوش في رسمة الجسم في في الصحة العامة في اللوك الطفرة دي أصبحت هي اللي بتدعو الناس أنك تاخد الخطوة بقى الموضوع ما بقى الصعب زي الأول مش لازم عشان وش يبقى فيه نظارة وحيوية وبان صغيرة إن أنا بقى بعمل جراحات لأ في حاجة اسمها الاندوليفت هتديك النتيجة دي في حاجة اسمها الخلايا الجزائية هتحسن لك البشرة وتخليك في مضارة دائمة في حاجات للشعر في حاجات مثلا للدهون زي الفيزر قدر يسيح دهون ويقضي على خلايا دهنية في جلسة واحدة وبدون طريقة الشفط القديمة جي بلازمة زي بيشد الجلد وبدون جراحة في جلسة واحدة يمكن لو منتكلم عن أحدث الحاجات كنا منقول إن آه فيزر وجي بلازمة خلونا نستغنى عن نسبة كبيرة قوي من الجراحات بس كانت دايما تقف عندنا نقطة مثلا العضلة الضعيفة العضلة الضعيفة نعمل لها إيه كنا منقول لا خلاص طلب العضلة ضعيفة وسيدة ولدت مرة واتنين وتلاتة عضلات البطن مسلا عضلات البطن مسلا فكنا منقول آه الفيزر حلل الدهون والجي بلازمة حلل الجلد بس ما كانش عندنا حلل العضلة يامس باللوقع اه 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 حافظت اه 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 حافظت اه 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 في طفرة شدة العضلة بدون جراحة وبدون اللجوء للرياضة العنيفة تمانين البطن على فكرة من الحاجات الصعبة شوية حتى في الجيم لأنها كتير بيبقالها تأثيرة على فقرات الظهر اه وبتحتاج مجهود وعشان تشوفي نتيجة عايزة وقت طويل ومجهود صعبة قوي ومتعبة جدا وفي مراحل معينة اه تمرين البطن ما تجيبش نتيجة خالص وفي مراحل تمرين البطن تدي نتيجة عكسية يعني تخلي البطن يظهر بروزها اكتر لأن العضلة خلاص فرقت عن بعضها ومنطقة النص دي ما مقادش عضلة ده بقى حاجة اسمها الشيس او غطاء العضلة اللي هو كل ما تبزيلي مجهود اكتر تلاقي العضلة بعدت عن خط النص اكتر والبطن ظهرت اكتر ما عشان كده حتى يعني الحاجات دي لازم المريض ياخد فيها رأي الدكتور وانا وصلت لاني مرحلة وايه اللي يجبني نتيجة وايه اللي ما يجبش الجهاز دي مسته الشخص يبقى قاعد على شزلونج مثلا او البيت بتاعه الجهاز بيتوصل على البطن بيدي له تأثير كأنه بقى له شهرين بيلعب شب بعد كم جلسة؟ على العضلة دي بعد كم جلسة؟ لا ده من اول ده الجلسة الواحدة جلسة الواحدة شهرين؟ لان فكرة ان جهازي نشرة العضلة موجودة من زمان بس كانت حاجة اسمها Electric Current يعني زي زبزبات كهربائية فكانت لازم تبقى في فولت قليل قوي وإلا هتكهرب الشخص دلوقتي خلاص اتحولت لحاجة Electromagnetic زي الرانين المغناطيسي مثلا بس ملهاش بقى فاقدر اوصل اوصل الفولتج عالية جدا والشخص مفيش عنده اكتر من ان العضلة بتنقبض وتنبسط بقوة والفايبرز بتاعتها او الياف العضلية نفسها بتاخد القوة كأنه هو بيبزل تمارينه ده من غير بقى ما يتعب فقراته من غير ما يحمل على نفسه او يقضي وقت طويل جوه الجيم والجلسة فوكس على العضلة دي نقدر نعمل البطن لديت البطن كمثال فيه مثلا لا رجالة مثلا عايزين عضلة البنش عايز يظهر عضلة السدر فيه رجال عايز يظهر عضلة البايو تراي بتاعت الدرعات فيه عايز يظهر عضلة الفخدين فيه سيدة عايزة ترفع الهنش بس مغير حقن عايزة ودي نقطة ناس كتير بيبقى عندها مشكلة هيقولك انت هتحقن بس الحقن مع النوع ده من الخلفية في السيدة دي العنش بياخد الدهون ويسقط لتحته اكتر هيبقى كبر بس مرفعش فيه ناس يملأ ويرفع طيب انا ما عايز ارفعها بطريقة طبيعية اشتغل على العضلة نفسها بجهاز اليمس ارفع العضلة واخد الشاكل ايه بقى للنتيجة يعني الحالات مش زي بعضها لكن خلينا نقول ان من جلسة واحدة الشخص لازم بيحس بفن وبيحس بالتون اللي بتاع العضلة بتاعته وانه العضلة دي بزرت مجهود كتير قوي وبيحصلوا شد عضلة ويكرامب شوية زي الجيم عادي بس مش مش عنيف زي الجيم وبرضو بنبدأ تصاعدي هي نفس الفكرة انا منفعش اجهد العضلة مرة واحدة انا لازم ابدأ تصاعدي عشان انشط العضلة انشط الدورة الدموية بعد كده وبنديهم برضو مكمل غذائي يعني بنقدر نديهم كرسي كامل اللي بيه بخطوة بسيطة ياخد مجهود شهر او اتنين في رياضة عنيفة ده اختراع بصراحة وموضوع الايهماس ده لما اسمعت عنه كل مرة هتتكلم عليه هقول اختراع بجد لانه يعني فعلا اختصار الوقت قد ايه ومجهود قد ايه الانسان بيتعف فيه في الجيم او في ممارسة الرياضة عشان يوصل لشكل العضلة اللي هو عايزه طيب احماية بنكمل كلامنا مع دكتور احمد السبكي اكيد لسه في جديد في عالم التجميل وتنصيق القوام والسمنة علاج السمنة لكن بعد الفاصل بيتمنى انتوا تشاركوا معنا على الواتساة على زيرو 1559551006 السماعة حياتك صح مع جيهان عبدالله على النجوم افقام ونجوم افقام تي في حياتك صح على نجوم افقام ونجوم افقام تي في لسه من هو انا اساس دكتور احمد السبكي اساس جراحات السنة والتجميل بجامعة عين شمس ومتكلم عن الجديد في مجال او في عالم التجميل وتنصيق القوام واتكلمنا عن جهاز الايام اس في الفاصل يعني في اللينك اللي فات ومظن الاجهزة برضو اللي حضرتك كلمتنا عليها وسمعنا عنها برضو بسمحتاجين منك تفاصيل اكتر حاجات لي علاقة بقى بالوش يعني سمعنا عن انه فيه اجهزة جديدة تم طرحها بتحدد نوع بشرة الوش دايما قبل اي ادوية وكلما يقول لما تيجي تخسر وشك اعرف نوع بشرتك لما تيجي اعرف نوع بشرتك وكريم نوع بشرتك فانا بشوف ان نوع البشرة ده صعب اوي تحديده لانه المناخير حاجة والقورة حاجة والدقن حاجة واللي مش عارفة الخدود حاجة دانية نوع البشرة اللي بتكلم عنه او جهاز الحديث اللي بيحدد انواع البشرة ومشاكل البشرة ونسبة الدهون ونسبة الماء ونسبة الكولاجين الصحي والغير صحي ويقول لنا الأيوب اللي موجودة في البشرة ويقول لنا أقدر أحصل إزاي على أحسن نتيجة في البشرة الفلانية ده جهاز الهايدرافيشيا للحديث اللي هو بيقيس لكل الطبقات بتاعت الوجه بالإنفرا ريد ويرس بيردينا بيان رسم بياني لكل طبقات البشرة بالمعلومات اللي احنا قلناها دي وأكتر من كده ويقول لنا هو البشرة دي تستجيب أكتر لإيه والدفوق كبير اللي فيها كذا ولو خدنا الكريمات الفلانية يعني بيدينا جيد أو دليل نقدر بقاش الموضوع اجتهاد شخصي فقط الخبرة أكيد مهمة بس التكنولوجي بدأت توصل لمستويات من الأناليسيز والريكمنديشنز اللي بدأت تفوق الخيال زي ما بيقول وده هو 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 الطفرة اللي جاي خلاص انتي كل حاجة هتبقى كومبيوترايز ده تبقى صوفتوير يعني يكاد يكون كل التكنولوجي الحديث بدأ يربليس أو يستعين بالإكسبيريانس عشان يعمل صوفتوير اللي بيها يقلل الإيرور فاكتور أو نسبة حدوث خطأ في معالجة لأن الموضوع البشرة والجلدية من الحاجات اللي فيها إيرورز كتير ليه يعني إيرورز؟ لأن الحكم عليها فيه يعني أكثر الناس خبرة مثلا بيصيب في تسعين في المية وعشرة في المية ما بيعرفهمش من أول مرة من مثلا مشاكل البشرة أو غيرها من أمراض الجلدية حتى وكلما تقلي في المستوى كلما تلاقي نسبة الإيرور أعلى ليه؟ لأنه برضو الموضوع السهل زي ما الناس متخيل الجلدية وطبيعة الجلد ومشاكله من الحاجات اللي فيها كتير فعشان كده فعلا كان العلم محتاج حاجة تقلل نسبة الإيرور ده وتدينا تحليل كامل وتدينا توصية البشرة دي الصح بتاحها ينعمل خلايا جزائية مثلا ماشي بخلايا جزائية نعمل ميزة سيروم بحاجات معي خلينا بس نشرح إيه يا الخلايا الجزائية يعني إيه خلايا جزائية؟ ده خلايا من جسمي أنا من جسم الإنسان خلايا من جسم حي ومنها حاجات صناعية لا مش زي اللي بيسموها السيروم أو البي أر بي أو البلازمة مثلا لا دي في حاجات منها دلوقتي صناعية متحط ضرف معامل بيديكي الخلاصة من الخلايا يعني إيه خلايا جزائية؟ خلية جزائية دي الخلية الأم اللي منها كل الخلايا بتاعت الإنسان بتتكون يعني إحنا أول خلقتنا تبقى خلية واحدة نصها من الرجل ونصها من السيدة والخلية دي بتنقسم وتفضل تنقسم لغاية ما تدينا عدد من الخلايا تخيالي هي السورس واحد وخلية واحدة بس من كل الخلايا دي يطلع خلايا تتحول لأمسلا الهيكل العظمي وخلايا رغم من السورس واحدة يعني تخيالي هي السورس واحدة هي خلية واحدة لكن خلقة ربنا سبحانه وتعالى محطوط فيها كود هي هتعمل حاجة معينة فالخلايا الجزائية بنسميها الخلية الأم اللي بتقدر تتشكل وتديني الفايدة في المنطقة الفلانية فهو صناعة الخلايا الجزائية علم قوي جدا وعلم لسه جاي واللي اتحقق منه حتى الآن ما يجيش واحد في الألف في رأيي أنا من اللي هيكون ليه ان شاء الله فعالية في المستقبل الخلايا الجزائية بتحضر منها العلاج دي بقتي النوع الأول من السكر اللي هو يعتبر مناعي وفعلا خلايا البنكرياس مش مش شغالة بتعامل لعلاج أعصاب والأمراض الأعصاب اللي بيبقى فيها المناعة بتكسر المستقبلات العصبية وفي سن الأطفال ولا قدر الله بيبقى يعني عمرهم ما بيطلش عن سن معين بقى فيه طفرة كبيرة قوي في الخلايا الجزائية ومن الحاجات اللي عليها دراسات عنيفة جدا في العالم في البشرة مثلا في الشعر بنحتاج الخلايا الجزائية لأنها بتقدر تتشكل وتديني النتيجة اللي أنا عايزها طبعا هو الصناعة بقى بتقولك ده يعالج الحاجة الفلانية ده معمول عشان يعالج الحاجة الفلانية وتعتبر حاجات كلها سيمبل وخفيفة وتستعمل بكريم بنج موضعي ونتائجها جميلة المشهور اللي هم بتوع البشرة والشعر في حاجة تانية؟ بصي كل الجسم دلوقتي في حاجات في صناعات طبعا خلايا جزائية لكن يعني في حاجات حققت نتائج ملموسة قوية وفي حاجات لسه ما حققتش النتائج المرجوة منها لكن عليها دراسات ومراكز أبحاث بتجري وراها بسرعة فوق ما تدخيلي فأصبح لا بقى كل حاجة لها كتالوج ما بقاش الموضوع سيمبل كده وصف زي ما حدتك قلت كده البشرة الدهنية أصل أنت البشرة بتاعة الجفة أصل أنت مش الكريم ده ممكن يجيب معاك ما بقاش التجارب زي الأول طب هي خلايا جزائية بقى لما أحقنها في الوجه بتعمل إيه هل هي بقى دي يعني حاجة بتعالج التجارب ولا بزدي نظارة في الأموم؟ بتعالج ما هو عشان كده بقول لحضرتك حسب بقى أنا البروداكت ده أنا عايزه لإيه ممكن مسلا بقى عايزه عشان يضيع تصبغات معينة لون ففي خلايا جزائية بتضيع اللون الغامق مسلا ممكن يبقى هلات تحت العين ممكن يبقى جرح ولو لون فأقدر أدي الحاجة المخصصة كده نظارة البشرة زي ما حضرتك بتقولي مش عارف الكولاجين هنا مش حالة الليفتنج وشد الوجه نظارة الوجه برضو بدرجة معينة يعني مش هنقارنها بحاجة زي الاندوليفت اللي هو ليزر وبيعالج وحاجة قوية جدا لكن كل حالة ولها الاختيار الأمثل اللي نقول ده ممكن ده يحق لنا النتيجة بتاعتنا ولو فترة برضو يعني الخلايا الجزائية لها فترة بعد كده لازم تاخد جرعة تانية عشان خاطر ترجع تنشط وتدي أو تحافظ على التأثير اللي تعاني طيب بتدخل الخلايا الجزائية دي في حاجة تانية غير التكميل ولا احنا بس التكميل يعني زي ما بقول لحضرتك بتدخل في علاج أمراض الأعصاب تدخل في علاج أمراض العضلات يعني حاجات بقى عضوية اه حاجات عضوية بتدخل في كل ما تتخيليه أمراض المناعة بتدخل فيها بس كل حاجة قولها طريقة مختلفة وتحضيرات مختلفة طيب احنا ممكن نسمع جوش والسوف حان نسمع جوش والسوف نسمع جوش والسوف ونرجع نكمل كلامنا عن دكتور رحمة السبكي لكن في انتظار أسئلتك وحاجة بخصوص خلايا الجزائية نظارة البشرة آلاج السبتة تنصيخ القوام يعني زي ما انتوا عايزين بنستقبل مشاركتك وأكيد على واتساب على زيرو 155955100 حياتك صح مع جيهان عبدالله اللطيفة دي حاجات مهمة برضو جدا لكن برضو في جزء مهم هو جزء تنصيق القوام تنصيق القوام علشان بس الناس اللي مش عارفة مش بالضرورة يعني سمنة يعني لأه ممكن يكون حد رفيع وحد مش عندوش سمنة لكن في منطقة معينة مسلا كرشة عند راجل المرأة كانت حامل ولسه يعني عندها منطقة البطن دي فيها مشكلة يعني بتوقع أجزاء من الجسم صح؟ ايو مش شرط إن الشخص يكون كل وزن زائد بالضبط أجهزة الحديثة برضو بقى هنا زي الحضرات تكلمتنا عنها قبل كده في حلقات زي الجي بلازما والفيزر هم بقى ده دورهم إن هم يبقوا في منطقة معينة مخصصة يعني يحلوا المشكلة دي بالضبط زي نحن لك قلتي ممكن يبقى واحدة مشكلتها في منطقة معينة في مشهور طبعا البطن بسبب الحمل والولادة الفاخدين نسبة كبيرة من الفتيات والسيدات بيبقى عندوهم عدم تناسق بين النص الفؤاني والنص التحتاني فتبقى عايزة لا معاسها كله يبقى متناسق مع بعض تيجي تخس فتلاقي برضو لا ما حاقيتش النتيجة بتاعتها في ناس لما تخس تلاقي الوش تأثر فساعتها لا نحن خلاص هو التارجد بتاعنا تنصيق في الجسم يبقى احنا هنتعامل مع المناطق اللي فيها الدفوهات ايا كان بقى دهون يبقى الفيزر جهاز الفيزر هو التارجد بتاعه هو اللي هيسيح الدهون هو اللي هينقلل المقاس تماما هو اللي هينزل الرسمة واحنا عشان كده منساميه نحتي ليه هو مش الهدف ان انا اقل المقاس واصغر الرجل مثلا وخلاص لا هي لها معايير ورسمة تجميلية اللي بيها تنزل دي يبقى الجسم المرسوم كويس كأنه بنحة الزيادات من على تمثال زي ما بيقول الفيزر مستون هو إبرار فياعة تحت الجلد بتطلع زبزبات بتسيح الدهون وتنوت الخلايا الدهونية نتيجة فورية وعشان كده ما بترجعش يعني الخلايا الدهونية اللي ماتت دي والمقاس اللي احنا زبطناه والرسمة دي ما بتبص تاني بعد كده لان الخلايا الدهونية دي اصبحت غير صالحة لتخزين دهون مرة اخرى ممكن يبقى معها تراهل في الجلد هنستخدم معها الجيب لازمة الفيزر على فكرة الواحده ممكن بيشد الجلد بنسبة كويسة طالما مفيش تراهل لكن لو في دهون كتير فيه تراهل كتير يبقى استخدم معها الجيب لازمة الجيب لازمة بدون جراحة هو بيشتغل على الكلاجين وعلى الديب ديرميس الطبقة العميقة من الجلد يخلي الجلد يلم جوا نفسه ويقل في الطول ويزيد في السمك ده بيخلي الجلد بعد ما قلل المقاس ما يتراهلش يعني اي حد يتخيل لما يبقى الجلد مفروض على طبق النهون سواء في البطنة أو في الفخدين المنطقي لناس كتير زي ما خالنا بيحصل في الشفت القديم انه لما قلل المقاس الجلد ده يظهر عليه على ما تراهل لأ معه التكنولوجي الحديث سواء بالفيزر نفسه الواحده بيقدر يشد او بالجيب لازمة معاه أصبح الجلد ما بيتراهلش وبيلزق على مكان العضلة وياخد الشكل اللي احنا عايزين حديثا زي ما قلنا كان يقف مشكلة العضلة الضعيفة عندنا طب هنعمل فيها ايه جهاز الامس حللنا مشاكل كتير في فئة كبيرة من الناس اللي لسه قابلين ان العضلة بتاعتهم تشد وتترسم وترسم سواء البطنة او الدراعات او الفخدين او الهنشة او اماكن كتير يبقى انا قدرت استعين باجهزة حديثة عشان يعني استغنى عن الشد الجراحي اللي هو كان للأسف معظم الحالات لا انت ماينفعكش غير الشد الجراحي لا اسأنا لو عملت الدهون الجلد هيتراهل فماينفعكش غير الشد الجراحي طب انا لما عملت الدهون وعندي حاجة تشد الجلد لا العضلة عندك ضعيفة فماينفعكش غير الشد الجراحي لا بقينا نسبة الحالات اللي نعمل لها شد جراحي ما بتعديش خمستاشر في المية اه بس موجودة لسا يعني اصي موجودة لان في حالات اولا الجلد يعني من الاستريتش ماركس العنيفة وكانت تخينة اوي وخسط فالجلد تراهل جدا مع حمل متكرر عضلة ما بقتش حتى في النص لا ده العضلة رحلت للجناب يبقى لا خلاص يبقى المحاولات لان اصلح مش هتدي نتيجة مرضية وهتحتاج وقت كتير من خير الشخص بقى تاخد نتيجة ستين في المية سبعين في المية بدون جراحة ولا لا نكمل بجرح تجميلي الميزة بقى لو انا عملت الجرح تجميلي مع وجود الفيزر ان العملية ابسط واسهل بكتير ليه؟ اللي كان مرهق اوي في عمليات شد الجلد بعد شفط الدهون ما كانش الشد نفسه كان شفط الدهون بالطريقة القديمة اللي هو اللي احنا بنشوفه على اليوتيوب الكانيولا التخينة دي اللي بيبقى مسكينها للجراح وعمالي كسر الدهون بعنف ده تأثيره كان بيبقى عنيف جدا على الشخص ألم مبرح بعدها وكدمات عنيفة جدا وشد عضل قوي جدا وضعفات وفقدان للدم بيهبطها فترة على ما تعوضوا وده رانق مش عارف فترة طويلة وجرح برضو ما بيبقاش حلو والالتقام ففي الآخر كانت المحصلة مجهدة جدا لأ الشفط بالفيزر خلى العملية أبسط جدا لأنه هو ميزة النحت بالفيزر أن الزبزبات دي بتسيح الدهون وتحولها لسائل بدون الطريقة العنيفة اللي كنا بنستخدمها قبل كده مش بس كده احنا قلنا بيشد الجلد فهو بيلم الجلد سواء مثلا بقى بيعمل البطن أو الفقدين بيلم الجلد بنسبة كبيرة فلما اجي اعمل جرح ما بحتاجش الجرح الكبير اللي كنت بعمله في الأول لما بعمل الشفط العادي والجلد يتراهل خالص فكان لازم اعمل الجرح بعرض البطن من أولها لأخيرها مثلا أو اعمل الجرح الطولي في الفقدين لا بقينا نستغنى عن الجروح الكبيرة دي تالت حاجة فترة النقاها مختلفة تماما فاطر الإحساس بالقلم مختلف تماما شكل الجرح والإنسابية شخص ممكن يعمل إجراء وينزل شغله على طول تاني يوم مثلا لو منعمل شفط لو محتاجين جرح نقول له مثلا نقعد خمسة أيام راحة لما تقارنيها بالشفط العديم اللي كان ممكن لأ شهر وتعبانة وبعدها فترة تعبانة برضو وشهر من الإجهاد والإعياء الشديد كمان فش نوم وقلة نوم ومش عارف تتقلب ومش عارف تععد حتى على طول والنتيجة في الأخر ماشي النحت اللي احنا بنقول عليه والبطن اللي هي خلاص دخلت الجوة والوسط اللي ترسم والكيرف اللي بقى مظبوط تماما أكيد كل ده غير في النتائج وغير في الراحة وفي معدل الأمان وأن الناس بدأت تحس لا أقدر أخذ الخطوة دلوقتي وأنا بالطمين الكابسولة الزكية بقى بردو ممكن تكون من يعني ممكن نحطها تحت بند تنسيق قواملة تحت بند علاج السمنة هي اللي تقدر تعمل الاتنين على فك ليه؟ هم نقول مثلا هما الاتنين بردو في بينهم شعرة كده قريبة من بعضها ليه؟ هي مثلاً وزنها خمسة وتمانين كيلو وطولها مثلاً مية وستين أو مية خمسة وستين سنتي ودي نسبة كبيرة جداً من الناس اللي عندها وزن زائد وسمنا بسيطة اللي هم عشرين كيلو مثلاً عايزة تخسهم وللاشنين كيلو دول بيبوزوا لبسها وبيبوزوا شكل البطن وبيبوزوا شكل الفاخدين وعندها الظهر والبرالاين مش حلو فهي برضو عندها عدم تناسق في جسمها مع الوزن الزائد لما بيبقى المناطق كتير أنا بخترح على على الشخص على السيدة أو الفتاة أو الرجل بدل ما نشفط المناطق دي كلها عشان نقلل المقاس طيب ما نعمل حاجة واحدة وسهلة وبسيطة ونعملها في العيادة في خمس دقايق كابسولة بتبلحها وخلاص الموضوع بننسى تماماً وهي بتعمل بقى كل المجهود بعد كده وهتنزل بقى المناطق كلها لأنها عشرين كيلو هتزبط البطن وهتزبط الفاخدين وهتزبط الضهر وهتزبط الدراعات وهتنزل بشكل طبيعي ومع شوية حركة لو أمكن لو هي شخصية ممكن تتحرك تتمشى حتى مش لازم تروح جم ولا حاجة مع الحركة الرياضة بتشد التون بتاع الجلد فتدي برضو رسمة قريبة من رسمة النحت ويبقى خدنا إجراء أسهل بكتير وحاجة لحظية بتتعمل في عشر دقايق في الكلينك كابسولة بتبلحها ومن غير منظار ومن غير عملية ومن غير تخدير وفي الكلينك ما منروحش مستشفى ولا حاجة ومش هقول لها تعالشي ليها بعد أربع شهور لا هي بعد أربع شهور حموضة المعدة بتهدم جدار الكابسولة وتخرج السائل اللي فيها وخلاص تختفي كأنها ما دخلتش فلها مميزات كبيرة الحقيقة والناس بتحبها لأن هي برضو أبسط إجراء ممكن يديهم نتيجة قوية ومن غير بقى ما أقول لها عملي دايت لأن هي الكابسولة نفسها جوه المعدة بتخلي شاهيتها قليلة جداً أخبالها على الأكل مختلف تماماً عاداتها الغذائية مختلفة لا بدتش تدور بقى على الجنك فود بالليل ولازم أطلوب مش عارف إيه ديليفري واصحة فلوس الليل جعانة والدنيا اختلفت حتى لما بتقعد تأكل تلاقي نفسها قنوعة جداً بأقل كمية يبقى كمية ونوع مختلف وعادات مختلفة ومواعيد مختلفة فأصبح مريحة جداً كمان كونها ما هيش كيميا يعني ما هيش دواء مثلاً بكيميا معينة ممكن تقول لك لا أسل هي الدواء دا لما باخده بيقلب لي معادتي شوية لا الدواء دا بيخليني منامش كويس في أدوية كتير أونلاين زي ما حالك عارفة مضرة وبتقدي النتيجة عكسية في الآخر ولها مضاعفات فبرضو كونها ما هيش دواء وما لهاش تفاعل أو تعارض مع أي حاجة في الأمراض أو في الصحة العامة دا برضو بيشجع الناس فعشان كده هم حتى سموها الكابسولة الذكية لأنها بتدينا تارجت وتحقننا تارجت مهم جداً بدون كل المخاوف اللي موجودة في حاجات تانية كتير كان الشخص ممكن يعمل هل في أعراض جانبية للكابسولة؟ الكابسولة أهم حاجة فيها إن هي أمان جداً وما لهاش مضاعفات لو لها أعراض بيبقى تقل شوية في المعدة أول يومين على ما المعدة تتعود عليها ممكن يحصل سنة حموضة عالية فمندي الشخص حاجة دواء للحمودة ونديها برضو حاجة زي البندول مساكن يومين بالكتير وتقل ده بيخلين يعرف أكل يعني؟ لا أنا بقول لها إحنا بنقول لها برضو أول يومين خلينا عصير وأكل مسلوق ليه؟ هي أصلاً ما سيبقى رفضة كل حاجة بعدها بقول لها كلي بقى حسب شهيتك وكلي من كل الأكل اللي أنت عايزاه بس هي بتكتشف إن أقل كمية بتاكلها بتشبهها وده الميزة في الكابسولة عكس ما كنا بنعمل مثلاً الدايت شخص بياكل نقول له كل نص الغيف مش عارف إيه؟ ياكل نص الغيف؟ طب جعان أنا مكلتش حاجة وبعدين طالما هرمون الجوع نشيط معناها أنا هفتان كمان يعني أنا هبطان أنا حاسس إن أنا في حاجة غلط وده بيدي إحساس بالاكتئاب كمان مع الوقت وعلى طول جاي على نفسي وعلى طول مش عايز أكل كذا وعلى طول بقوم جعانة ولازم أكمل أكلي مش عارف خيار وخص ولازم أشرب مية كثير مش عارف اتنين تلاتة رتري في اليوم فبرضو نوع من العذاب شوية بس حددتك بتقول الكابسولة يعني هي الوحدة أوتوماتيكلي الشخص يعني اللي أخد الكابسولة هيبقى الكيميات هيقلل الكيميات بس عنده والنوعيات مثلا السؤال أنا لو كانت حاجات مثلا مقلية أو حاجات داسمة دي ميزة في الكابسولة إن هي اللي بتعمله في المعدة وإنها بتقلل هرمون الجوع والسطايتين اللي هو استطعام الأكل شوية بتخليني ما بقيتش أجري ورا الأكلات اللي أنا بحبها يعني اللي بيحب الأكل مش عارف ميسبك بالطريقة الفلانية وكذا وكذا ممكن يشم ريحة الأكل اللي هو كان بيحبه يقولك ده قلب مادتي ده على طول بقى هيبلغ كده على طول كم شخص؟ لا بالذات في الأول الأيوة بس بعد كده هو حيقدر يكون طبيعاً بعد كده بس نفسه مش هتروح له قوي هيرجع للسيمبلستي شوية هيرجع بحثه عن الأكل سيمبل أكتر ومثلاً أنا كنت لازم أكل إيه بالليل لأ أنا بقيت أكل مثلاً سمرتين فاكهة واشبع مثلاً يقولك أنا عمري ما أعرف أنام من غير ما أتعشى مثلاً فيه ناس يقولك كده ها طبعاً اسمها أنام على معدة فاضية بالضبط الكابسولة مبقتش فاضية بقيت كابسولة أنا قادر أنام على معدة فيها كابسولة عادي فالقناعة أصبحت مختلفة ومش حاسس بالحرمان ووجود حاجة دايماً جوه المعدة بيبدي زبزبات للمخ أنا مش جعانة طب تعشى كابسولة تعشى كابسولة كده هيهضمها بقى فبقى خلاص يعني بقى يعني أصلاً حادك تقول إنه ده بقى روتيني حياة وهو جوه حاجة محشسان هو واكل بالضبط طوله أنا خلاص حتى نوعية وكمية الأكل اللي أنا باشتهيه أو بيجي على بالي اختلفت زي ما حدك كده حد يسألك مثلاً هتاكل إيه لو أنت شابعانة أو واكلة ممكن ما يجيش في بالك أصلاً اختيار نفسك مش رايحة الحاجة ممكن تلاقي الأكل أنت بتحبيه بس نفسك مش رايحة أو لو كانت منه تاكل منه بس من غير بقى الشراهة الشراهة الأكل والشغف وإحنا بناكل وبناكل كمية وبعدين نكتشف الغلطة اللي إحنا عملناها بعد ما نحس إن باندتنا تمالك لا هو مش هيوصل للمرحلة دي فهي بتدي له إحساس مختلف تماماً وفي نفس الوقت قناعة في نفس الوقت مش حسس إنه هفتان ولا تعبان فكلها الحقيقة مميزة سؤالي الأخير أو سؤالي للجمهور الأخير السعر هل بتتفوت الأسعار؟ يعني هي سعرها واحد وحاجة واحدة ومعروفة وسعرها معين ولا بتتفوت الأسعار على حسب مركات ما فيش حاجة في العالم ما فيش منها كوبز وتأليد خلينها منطقية فأكيد الحاجة الأوريجينال أغلى شوية أو بكتير من الحاجات التأليد لكن الكابسولة من الحاجات اللي ما تضربتش قوي في الماركت يعني مش هدحة حالي ما تضربتوهش قبل ما يجي لا ما تضربتوهش فما فيش فريشة قوي جدا في السعر فهي غالية فهي أوريجينال وغالية يعني لو أعزنا أقول السعر أقول لا يعني ما عرفش أكيد لا بس يعني القصلي لازم ندور على الأوريجينال هتو أي أمريكانية هي أه طبعا أمريكي الصناعة يعني خلينا نقول إن فيه السورس اللي بيديكي اللايسنس والضمان بتاعها والسيريال نمبر الويب سايت اللي بيبقى كل العالم كله لينكد عليه يعني اللي بيعمل كابسولة بياخد حاجة اللي هو معاها الميزان الان بادي وبيدخل الداتا بتاعته وقريات جسمه بتجيله على موبايل أبليكيشن وبتيجي على الانترناشونال ويب سايت اللي هو في العالم كله بس دي حاجة لم يفعش أدخل على الويب سايت أشتريها زاكني داخل أشتري مجي يعني لم يفعش أدخل لجماعة إن أنا أدخل على الويب سايت واشتريها وبالكريدت كارد وتجيلي مع الديليفري وابلعها لا لا ده مش منتج يا زياب المشتري أي منتج للبيت يعني ده لازم للطبيب والطبيب هو اللي بتتم عملية بلع الكابسولة أو الإجراء نفسه في العيادة عند الطبيب معلش يا دكتور إحنا وقتنا يعني للأسف جيري مننا النهاردة بسرعة بشكر حضرتك على وجودك معنا شكرا جزيلا شكرا جزيلا شكرا جزيلا شكرا جزيلا رلاتي فك